أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاطلاع بمهامها وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة خلال اجتماع وزاري انضم عددا من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي لبحثة سبل الكفيلة بدعم فلسطين على هامش انعقاد أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي دعا شكري في هذا الإطار كافة الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها هذا وأكد شكري أيضا على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراد أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أو في القدس ترجمة نانسي قنقر